يوما بعد آخر تتجذر أزمة السكن في العراق في ظل عدم وجود مشاريع كبيرة تلبي حاجة المواطن يتزامن ذلك مع ارتفاع أسعار الوحدات السكنية التي وصفت بالفلكية المركز السراتيجي لحقوق الإنسان في العراق أكد أن 26% أو أكثر من ربع العراقيين يسكنون في الإيجار أو في وحدات سكنية عشوائية غير مسجلة ضمن دوائر المسح الوطني للسكان يأتي ذلك في وقت أقرت فيه وزارة التخطيط بأن حجم الوحدات السكنية التي يحتاجها العراق يتجاوز ثلاثة ملايين وحدة لجنة الاستثمار النيابية أكدت أن ضعف قانون الاستثمار أدى إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية فيما أعابت اللجنة على الحكومة اعتماد مصلح مجمعات واطئة الكلفة بسبب التمايز بين العراقين في الحقوق والواجبات مختصون شاروا إلى أن الارتفاع المخيب بأسعار العقارات في بغداد والمحافظات شكل صدمة للموظفين وأصحاب الدخل المحدود والطبقة المتوسطة التي أصبحت غير قادرة على تأمين المال الكافي لشراء شقة أو قطعة أرض ولو بمساحة لا تتجاوز المائة متر مربع مبينين أن الأمر لا يقتصر على الدور والأراضي بل شمل المجمعات السكنية الاستثمارية التي تسجل الرقاما مرعبة لجان نيابية بيّنت أن بعض مشاريع الأسكان في العراق هي واجهات لعمليات غسيل الأمواء المشيرة إلى تورط شخصيات بارزة وحكومية فيها عبر شركات استثمارية مرتبطة بها ويعز أصحاب مكتب العقار الارتفاع الجنوني للعقارات والوحدات السكنية الاستثمارية إلى خشية أصحاب رؤوس الأموال وضع أموالهم في المصارف خوفا من المسائلة مما دفعهم إلى استثمار أموالهم بشراء الأراضي والعقارات بكل أنواعها الأمر الذي أدى إلى ارتفاع في أسعار الوحدات السكنية التي وصلت في بعض المناطق إلى نصف مليون دولار